اهلا وسهلا بطلاب الصف الاول واللغة الاسبانية وبرنامج بنك المعرفة بنستكمل ما بدأنا في الحلقة السابقة عن الوحدة الاولى واللغة الاسبانية بنحاول نتعرف على نطق بعض الحروف وبعض الامر المتعلقة بالوحدة الاولى زي السؤال عن الاسم والرد السؤال عن الجنسية السؤال عن العمر بشكل عام التعرف على النفس تعرف على حد بشكل مباشر المرة اللي فاتت خدنا من اول الحروف المتحركة الاول اللي هي قلنا ا ا ا ا ا ا وخدنا الالفابيتو لغاية حرف الاي وهنستكمله برضو ان شاء الله النهاردة وخدنا النمر ازاي اسأل عن الاسم النمر اللي هو الاسم وهنحاول نرجع الحاجات دي سريعا دلوقت عشان نكمل اللي احنا بدأناه يبقى كلمة النمر اللي احنا شوفناها الحلقة اللي فاتت النمر اللي هو الاسم ازاي تعرف على الاسم باستخدام الفعل اللي بيظهر قصادي ده ميامو زي ما هونا يو انا ميامو اسمى او ادعى يو ميامو تو تيامس انت تدعى وانت تسمى الوئية سياما هو يدعى او هي تدعى طيب خدنا السؤال ده اللي هو كومو تيامس ده بسأل عن واحد عن اسمه كومو تيامس وان كومو الوحدية يعني كيفه تيامس تسمى فلنقول كومو تيامس بمعنى ايه ما اسمك او اسمك ايه او كيف تسمى لو جيت ترجمتها ترجمة حرفية كومو تيامس كيف تسمى كيف تدعى فبيرد علي ميامو انا ادعى ميامو احمد ميامو احمد والاسم ميامو والاسمك اتو انت سألك عن اسمك وانت وانت اتو وانت لك ميامسارة انا اسمي سارة ميامسارة كومو سياما ايه لما جاء اسأل بها عن اسم حد شخص غائب كومو زي ما اتفقنا كومو كيف سياما بمعنى تدعى او تسمى المكتوب الاحمر دي سياما ايه هي كيف تدعى هي كيف تسمى هي ايه اسمها ايه كومو سياما ايه خلي بالك منتكب السؤال كومو سياما ايه شوف خط من السؤال هي هي ايه يعني هي خطام السؤال سياما تسمى خطام السؤال واقول اسمها اسماء ايه سياما اسماء كومو سياما ايه ايه سياما اسماء طيب كومو سياما ال هو اسمه ايه كومو سياما ال ال سياما علي كومو سياما ال برضو خطت من السؤال ال وخطت من السؤال سياما وحطت الاسم ال سياما علي إبه كومو سيامة إيه؟ إيه سيامة أسماء كومو سيامة إيه؟ إيه سيامة علي باسأل بسيامة وجاوب بسيامة يعني إيه سيامة يدعى أو يسمى كومو سيامة تو أميغو؟ كيف يدعى صديقك؟ صديقك اسمه إيه؟ صحبك اسمه إيه؟ كومو كيف سيامة يدعى تو أميغو صديقك؟ كومو سيامة تو أميغو؟ خدت من السؤال برضو مي أميغو صديقي التو اللي فوق دي تحولت إلى مي أميغو ملكية مي أميغو سياما عمر كمو سياما تو أميغو مي أميغو سياما عمر سياما سياما تفضل زي ما هي في السؤال سياما وفي الإجابة سياما كمو سياما توبادري كمو سياما توبادري كيف يدعى والدك والدك اسمه كمو سياما كمو سبتة على طول سياما سبتة كم سي ياما تسكولا كم سي ياما تسكولا اسم مدرستك كم سي ياما تسكولا خدت من السؤال برضو مي سكولا سي ياما مدرستك تسمى اسم المدرسة كم سي ياما تسكولا مي سكولا سي ياما اقول اسم المدرسة يبقى سي ياما سبتة في السؤال وفي الاجابة طيب اشوف بقى الفعل يا مارس اللي احنا خدنا ده ازاي يجيلي في الامتحان اسأل عليه ازاي احل عليه ازاي احنا خدنا الفعل بتصريفاته إليخي لا ريس بويستا كوريكتا إليخي لا ريس بويستا كوريكتا اختار الإجابة الصحيحة ده سؤال أساسي في الجراماتيكا عندنا الجراماتيكا كلها عندنا قواعد كلها عندنا اختيارات طيب شايفين السؤال وصدنا كومو وبعد كده فاصل فراغ يامس يامس طب ما احنا نفتكر من شوية هي يامس دي كان بيجي معها أنهي ضمين أنا كان معي مي يامو وكان معاية تي يامس وكان معاية سي يامس من اللي ظهر معايا يامس يبا نايسها تي اللي هو الاختيار التاني يبا الإجابة ايه كومو تي يامس يبا لازم أعرف الفعل جاي إزاي مي يامو تي يامس سي يامس هنا ميديني كومو نوقة يامس فحطيت له تي طيب قبلينا رقم اثنين يامو أميرة يامو في أخرها O هي كانت بالجلس داي دي نائسني إيه نائسني T ولا새 لا نائسني إيه ميامو ميامو هائي ما فія الجملة اي olması هي البنتي بتقول انا اسمي اميرة يبعو نائسني إيه طب ان هي الأولى ولا الأخيرة الأولية ما اسمعش م الأولية مي دي بيجي بعدها اسم دي بتاعت الملكية لما قول مي أميجو مي بادري مي مادري فيمي سكوالا دي ملكيه لكن الي بيجي مع الفعل يامو هي ملي في الآخر مي دا ضامير مفعول ميامو أميرة يبقى الاختيار بتاعي الصحيح مي يامو مي الاختيار هي الأخيرة رقم ثلاثة إيا ونؤت ياما ألا إيا ونؤت ياما ألا برضو ياما كان بيجي معها ماذا؟ كنت تقول مياما؟ لا كنت تقول سياما ولا تياما ولا توياما لو رجعت للفعل كنت تقول مياما تياما سياما يبقى ياما هنا نقصها إيه؟ سي يبقى إياه سياما ألا طب الجملة الرابعة ال ياما ميجيل ال ياما ميجيل طب ياما برضو نايصها إيه ياما؟ نايصها سي برضو يبقى إل سي ياما ميجيل أي ياما معها سي يبقى أنا محتاج سي لكن يامس يبقى محتاج تي لكن يامو محتاج إيه؟ مي يبقى إل سي ياما ميجيل هو اسمه ميجيل الجملة الرقم خمسة تي يامس ده السؤال بتاع الاسم وأنا كنت بحط إيه؟ كومو الأولانية ولا كومو التانية ولا تو اللي عليها أثنتو دي ولا تو اللي من غير أثنتو لو رجعنا للسؤال اللي لقيت كومو طب إيه الفرق بالأولى والتانية كومو الأولانية معناها كيف اللي هي دات الاستفهام بتاعتنا اللي هي الإجابة الصحيحة كومو تي طب كومو اللي من غير شرطة دي ما هي الشرطة دي أساسية اسمها أثنتو الأثنتو دي هنا مهمة آه مهم هنا بتفرق ما بين الكلمتين كومو هنا كيفة وكومو اللي بعدها دي بمعنى مثل طب أنا عايز أنهي واحدة عايز الأولانية اللي عليها الأثنتو وهنتعرف الأثنتو بعدين الإجابة كومو الأولانية ستة مي أميجو نقط ياما ماركو زي ما قلنا من شوية يامو بتاخد م يامس بتاخد ت ياما بتاخد ايه سي يبقى الإجابة اللي هي الاختيار الثالث مي أميجو سي ياما ماركو مي أميجو سي ياما ماركو يبقى كده السؤال بتاع الفعل اللي اخدناه ده اللي هو الفعل يامارسي اللي هو يدعى ويسمى كل اللي عليك انت هتعرف الفعل يتركيبه وعمل إزاي الفعل مكون من جزئين كل فعل مكون من جزئين مي يامو أنا أسمى تي يامس أنت تسمى سي ياما هو يسمى يديك جزء ويطلب منك الجزء التاني يديك الفعل ويطلب منك المي يديك يامو ويطلب منك مي يديك يامس يطلب تي يديك ياما يطلب سي أو العكس مي وجيب له يامو تي وجيب له ياما سي وجيب له ياما أو أداة لسه فهم كومو زي ما شفنا من شوية يبقى أنا جاهز لأي اختيار أي اختار يطلبه مني طيب ممكن أتسئل إزاي تاني على الفعل يا مارسي ده اللي هو يدعى أو يسمى ده الجزء اللي إحنا أخذناه لغاية دلوقتي بنشوف شكله في الامتحان عامل إزاي مية جملة رقم سبعة مي نقط سلمة زي ما قلت من شوية يدني هنا مي طيب نقصني إيه بقى ياما ولا يامو ولا ياماس لا يامو تمام مي يامو سلمة مي يامو الاختيار اللي في النصط مي بروفيسور سي هتاخد إيه يامو ولا ياماس ولا ياما سي بتاخد إيه ياما تمام يبقى سي ياما كارلوس مي بروفيسور مدرسي اسمه كارلوس سي ياما كارلوس وهكذا زي ما قلت لأي ما يطلب الفعل لأي ما يطلب الضمير أنا جاهز بأي اختيار لما بعرف مي يامو تي ياما سي ياما وجاهز لأي إجابة لأي سؤال هو يطلبه مني طيب البديل بقى لما يتكلم عن فيه سؤال عندنا اسمه المواقف المواقف طيب بصوا أصدق الموقف ده بيقول ليه ده السؤال عن الاسمه خدناها في الأول بمعنى إيه اسمك إيه طيب الرادل ميامو أحمد أنا اسمي أحمد طيب أنا مش هسأله عن اسمه بس ده أنا عايز هسأله عن لقبه طيب هسأله عن لقبه إزاي إي دي أبي دو شايفي السؤال إي دي أبي دو واللقب يبقى أنا سألت الأول عن اسمه كموتي يامس قال لي ميامو أحمد طيب إي دي أبي دو ولقبك يا أحمد واسم العيلة إيه يا أحمد إي دي أبي دو قال لي إيه الإجابة مي أبي دو السالم مي أبي دو السالم لقبي بيكون سالم يبقى اللفظ بالأحمر ده السؤال اللي بالأحمر إي دي أبي دو بيسأل عن اللقب إي دي أبي دو مي أبي دو السالم يبقى الجملة كله على بعض كمو تيامس ميامو أحمد إدي أبييدو ميابيدو السالم كده أنا بقول إيه لقبي بيكون كذا إدي أبييدو طيب كمو تيامس ميامو ماريا كمو تيامس اسمي كيه ميامو ماريا كمو سيدة لترية كيف تتهجى كلمة ماريا كمو سيدة لترية ده سؤال بستخدمه لما كون مش عارفة بالكلمة اللي هو بيقولها لي أي أن كانت الكلمة اسمها أو أي حاجة بقوله كمو سيدة لترية كيف تتهجاها بتتهجاها تكتبها إزاي كمو سيدة لترية كيف تتهجا سألته سؤال كمو تيامس قالت لي ميامو ماريا طب أنا جيت أكتب ماريا مش عارفة أكتبها خايف أغلط فيها بقولها إيه كمو سيدة لترية كمو سيدة لترية ماريا بتتهجيها إزاي بتكتب إزاي ماريا دي كمو سيدة لترية طب الرد من ماريا هتقول لي إيه هتمليني حروف اسمها حرف حرف سأتقول لي M-A-R-E-A زي ما احنا شايفين الإيه الإجابة كون موسا دلترية كيف هتتهجل السؤال اللي تحت M-A-R-E-A يبقى السؤال ده باسأله إمتى لما كون مش عارف أكتب الكلمة هو الشخص اللي بيجاوبني بيديني حروف الكلمة حرف حرف زي ما نشوف كده كل حرف ما بينه وبين التاني نقطة بنفصل ما بينه أكدني بماليه كده واحدة واحدة طيب الاسم واللقب اللي احنا خدناهم دول يتسئل عليهم ازاي برضو تاني في سؤال اسمه situation is المواقف وهناخده بالتفصيل فيما بعد بس بنتعرف عليه كده مبدئيا يجي يقول لي إيه para berigontar خلي بالك من السؤال para يعني لكي berigontar berigontar دي اللي هو لكي تسأل لكي تسأل هو عايز سؤال عايز شوفني هسأل ازاي لكي تسأل بورل نومبري فكل عنوان في أول الحلقة لكي تسأل عن الاسم هتسأل ازاي وهيديك بقى اختيارات اللي هي من ضمنها كومو تيامس كومو تيامس يعني كيف تدعى كيف تسمى يبه هو ده دي الإجابة السليمة بتاعت para berigontar بورل نومبري لكي تسأل عن الاسم يبقى أنا بدور على سؤال بيسأل عن الاسم اللي هو كومو تيامس أو كومو سياما طبعا هسأل بخلي بالنا من الفعل برجونتار ياسأل وكلمة نومبري الاسم طيب para decir لكي تقول النومبري الاسم انت عايز تقول اسمك هتقوله ازاي ميام أحمد على سبيل المسؤال انا اسمي أحمد يوسوي أحمد انا اكون احمد الفعل السوي ده هنغضو انا اكون احمد السيام علي هو يسمى علي هو اسمه علي ما انا بقول اسمي او اسم اي حد عرافه المهم ما هعبر عن الاسم لكي تقول الاسم para decir النومبري اي جملة بتقول عن الاسم التلات جملة د tengah عبروru عن اسماء ميام أحمد يوسوي أحمد السيام علي إحنا قلنا بنشوها بارابريجونتار يعني إيه؟ لكي تسأل بورل أبييدو عن اللقب، عايز تسأل عن اللقب، هتسأل عن اللقب إزاي هي؟ طريقة واحدة أخذناها إي دي أبييدو اللي مكتبها أصادنا إي دي أبييدو واللقب، ولقبك إيه؟ إي دي أبييدو، كده أنا بسأل عن اللقب طيب، بنكمل بقى الحروف عندنا، إحنا أخذنا قبل كده حرف الإي وإفنا عنده، بنكمل حرف الإم اللي هو زي حرف المين في اللغة العربية الإم هنا وراها إيه؟ تبقى مي، ميسا، ميسا يعني ترابيزة، مانو، مانو بمعنى قرد، إني اللي هو حرف النون زي حرف النون، نيلو، الإن وراها إيه؟ تبقى ني، نيلو، نيلو إني ده بقى حرف يخص اللغة الأسبانية لغة الأسبانية لغة الأني، الحرف ده عبارة عن إيه؟ زي ما إحنا شايفين حرف الإن وعليها علامة كده العلامة دي بتتنطق زي حرف اليه اللي فوق، يبقى إحنا عندنا كده حرفين جزئين، نون ويه، يبقى تتنطق زي ني كده، إن وراها إيه، ني، طيب ننطق كده إسبانيا إسبانيا، إسبانيا مش اسبانا اسبانيا اسبانيول اللغة الاسبانية يعني اسباني سينيور السيد او الاستاز سينيور حرف الانية حرف الو عادية جدا حرف محفظ متحركة اردنادور اردنادور الو الكمبيوتر اردنادور مودرنو بمعنى حديث او عصري البي حرف البي زي كلمة بروفيسور مدرس مي بروفيسور مدرسي شايفين البيت قيلة ازاي البيت قيلة شوي حرف الكو دايما الكو ما بيجيش لوحده بيجي وراء او زي ما احنا شايفين بالاحمر كده وراء او وراء ا او اي هتطنطق ايه دا كده على بعض ك التلات حروف دول مع بعض ايه ك دايما انتيجه كده ك كاسو كلمة كاسو بمعنى جبنة كاسو طب ك اللي تحتية دي ك دي دا تستفهم بمعنى ماذا ما او ماذا لغير العاقل ك انا اخدها فيما بعد ك حرف الار زي حرف الر رجلة الار وراها ايه تبقى ر رجلة رجلة مسترة رجلة رجلة تمام حرف الاس زي حرف السين الاس وراها ايه تبقى ايه سي الحرف دا ايه بقى بتنطق ازاي نفتكر دا بيتنطق ايه ما عندناش دابل ال احنا ايه يبقى يا سيا سيا كورسي سيا تي حرف التي ترين ترين قطار مترو مترو حرف ال او واحد من الحفو متحركة اونو اونو حرف ال او بي ال او بي دا بيتنطق زي حرف ال بي يعني بيه بيتنطق بيه زي حرف ال بي بنتانا 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 شباك نافذة بنتانا بنتانا ما ينفعش انطقوا فيه يعني لا ما ينفعش انطقوا بيه ما فيه ناس بتنتقوا فيه دا اللهجة بتاعتهم كده انطقها حرف فيه بس النطق السليم بيه بنتانا بنتانا ال او بي دابل حرف ال او بي دوبلي اسمه او بي دابل بتنطق زي حرف الواو لو لقيته لان الحرف دا نادر اليوجود عندنا وكل الكلمات اللي هتلاقي فيها الحرف دا كلمات اجنبية يعني مش هتلاقي كلمة اسبانية فيها الحرف دا كلها كلمات جاي لنا من لغات اخرى يبقى تتنطق حرف الو لو ظهر معك فالكلمة اللي أصدق بتقولك ايه كيوي كيوي اسم فاكهة كيوي اكيس حرف الاكيس تاكسي تا تاكسي حرف الاي كنا بنقول عليه اي جي رياجة زمان اي جي رياجة اي هو يبقى تنطق زي حرف الي يو يو احنا عندنا اي في الحروف المتحركة ودي اي حرف ساكن يو بمعنى انا زي حرف الي يو ثيتا حرف الثيتا زي حرف الثه كده ثاباتوس 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 اللي هو الحزاء ثاباتوس يبقى الابجدية احنا خدناها كده بشكل سريع خدناها قبل كده من الا للاي وبعد كده من الام للثيتا لغاية الاخر عشان نتعرف على شكل الحروب بس لكن احنا بشكل عامل اللي ما نشوفها في وسط الكلمة هنذكر بها تاني ونشوفها عشان ناكد على نطقنا يبقى خدنا الحروف المتحركة وخدنا الحروف الابجدية الالفابيتو اسبانيول وخدنا السؤال عن الاسم والسؤال عن اللقب وهنبتدي ناخد ليه الجنسية نخلي بالنا من الكلمة لانها تظهر معايا في سؤال بعد شوية الجنسية خلي بالنا من نطقنا الجنسية اسبانيا البلد اسبانيا طب الجنسية اسبانيول اسبانيولا اسبانيول اسبانيول اسبانيو اسبانية نستنتج كده المذكر بينتهي اسبانيول بينتهي بحرف ايه ساكن اللي هو الالة طب عايزة اخليه مؤنس اعمل ايه ازود له اه يبقى اسبانيولا يبقى استنتاج القاعدة كده الكلمة المذكر الصفة المذكر اللي بتنتهي بحرف ساكن يوضاف لها اه للمؤنس بس تبقى اسبانيولا طب نشوف حاجة تاني إخيبثيو إن إخيبته اللي هي مصر البلد إخيبثيو مصري إخيبثيا مصري المذكر في آخره أو طب عشانا خليه مؤنس عملت إيه شيلت الأو خليتها إيه آه إخيبثيو إخيبثيا يبقى الصفة المذكر اللي في آخرها أو عشان تحولها لمؤنس تشيل الأو تخليها إيه آه إخيبثيو إخيبثيا طب اسبانيول كانت تنتاب إيه إيه إلي ده حرف ساكن نحط لها إيه آه نضف لها آه تمام فرانسيا فرانسا فرانسيا فرانسي فرانسي طب كلمة فرانسيس فإخيرها إيه في أخيرها إس طب ساكن ولا متحرك ساكن هنقنسها إزاي زي ما عملنا مع اسبانيول اسبانيول إسبانيولا فرانثيس فرانثيسا يبقى الكلمة أو الصفة أو الجنسية اللي بتنتيب حرف ساكن يضاف لها O عند التأنيس طب إيطاليا إيطاليانو إيطاليانو فأخرها إيه فأخرها O ده متحرك طب عايزة أخليها مؤنس إيطاليانا إيطاليانو إيطاليانا إيطاليا ألمانيا اللي هي ألمانيا ألمان 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 فأخرها إيه ألمان فأخرها إن حرف ساكن طب اعمل ياشا نجيب مؤنس حطلها A تشين الصين تشينو تشينو في اخيرها اي O معنى صيني عايزة خليها مؤنس تشينو خليها A كولومبيا بلد اسمها كولومبيا من دول امريكا اللاتينية الدول النطقة بالاسبانية كولومبيا دا المذكر طب عايزة خليها مؤنس تشينو خليها A يبقى القاعدة الرئيسية عندنا الجنسية اللي في اخيرها O تتحول الى A عند التأنيس طب لو في اخيرها حرفي ساكن انت تحط لها A زي اسبانيول اسبانيولا فرانثيس فرانثيسا أليمان أليمانا برازيل البرازيل برازيل برازيلانيو تبقى اخيرها ايه في اخيرها O حاول المؤنس برازيلانيا تمام برازيلانيا أرخيليا الجزائر أرخيليا المذكر أرخيلينو أرخيلينو تب المؤنس شيل الأوخة اللي ها أرخيلين أرخيلين مرواكوس مرواكوس المغرب مرواكوس المغرب دي قاعدة الوحديها بقى مروكي مغربي مروكي مغربي طيب المؤنس مرواكي طيب إيه الفرق ما فيش فرق يعني ما تحولتش آه فضلت زي ما طيب إيه القاعدة هي مرواكي بتنتيب إيه بإيه وعليها أثنتو اللي هي الشرطة الصغيرة دي طيب يبقى الكلمة أو الجنسية اللي في آخرها إيه وعليها أثنتو لا تتغير عند التأنيس مذكرها زي مؤنس يبقى مرواكي مرواكي ممكن يلاقي إيراكي اللي هي عرائي تبقى إيراكي إيراني 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 عرائي عرائي مغربي مغربي هاته بقى سبتة مرواكي مرواكي يبقى الغاية دلوقتي كم قاعدة في المذكر المؤنس الصفة أو الجنسية اللي في آخرها أو تتحول إلى عند التأنيس زي إيه إخيبثيو إخيبثيا إيتاليانو إيتاليانا تمام طيب الجنسية أو الصفة اللي في آخرها حرف ساكن عشان أحولها لمؤنس أزود لها آ زي إسبانيول إسبانيولا أليمان أليمانا إنجليس إنجليس فرانس فرانسيس أزود لها آ والقاعدة الأخيرة الصفة أو الجنسية اللي بتنتهيه بحرف الإي عليها أثنتو تبقى كما هي زي مرواكي مرواكي مغربي ومغربي عشان ما ننساش طيب الفعل سير طالما هتكلم عن الجنسية هناخد فعل جديد الفعل سير اللي هو يكون فعل أساسي ومهم جدا الفعل سير يكون زي في اللغة الإنجليزية فعل أساسي سير يكون شوف تصرفاته يو سوي أنا أكون تو إرس أنت تكون ال اس هو يكون ايا اس هي تكون يبقى تاني يو سوي تو إرس ال اس ايا اس طب هو لازم أقول يو سوي تو إرس لا أنا ممكن أشيل الضمائر وأقول ايه سوي إرس اس سوي إرس اس طب الفعل سير معناه يكون هستخدمه في ايه عشان إحنا خدنا الجنسيات النهار ده هنستخدمه للسؤال عن الجنسية يو سوي إخيبثيو أنا بقول جنسية يو سوي إخيبثيو أنا مصري أنا أكون مصري يو سوي إخيبثيو ال اس اسبانيول هو يكون اسباني ال اس اسبانيول هو اسباني ايا اس انجليسة هي انجليزية ايا اس انجليسة هي انجليزية باستخدم أساسي للفعل سير التعبير عن الجنسية سوي وإرس واس ما ننسهوش تاني جومل يو سوي إخيبثيو ال اس اسبانيول ايا اس انجليسة أسأل بقى عن الجنسية إزاي؟ خير البلك من الأداة دي دون دي ناخدنا أداة استفهام واحدة لما سألنا عن الاسم كومو كيفة؟ كومو هنا دي تانية أداة تظهر معايا دي دون دي حرف الجارف الأول دي من و دون دي أينة؟ دي دون دي من أينة؟ طب بفرض عايزة أشيل دي لا ما ينفعش هتبقى سؤال عن حاجة تانية خالص يبقى لازم أقول دي دون دي من أينة؟ إرث تكون إرث دي الهم اسصرفه مع الضمير تو أنت من أين تكون أنت؟ دي دون دي إرث انت منين؟ شوف رضيت عليه قلت له إيه؟ يوسوي إخيبثيو دي الكايرو أنا أكون مصري من القاهرة أنا مصري من القاهرة أو يوسوي دي إخيبتو يعني ممكن أقول أنا أكون من مصر على طول بقولي الجنس البلد على طول يبقى لإما سوي المكتوب الأحمر دي زائد الجنسية إخيب فيو لإما سوي دي والإه والبلد دي دون دي اس ال من أين يكون هو دي دون دي اس ال من أين ال اس اسبانيول جنسيتو اسبانيول أو أقول البلد ال اس دي اسبانيا هو يكون من اسبانيا لإما أقول اس والجنسية لإما اس دي والبلد دي دون دي اس ماريا ماريا اس اسبانيولا جنسية ماريا إس دي إسبانيا إس زائد دي زائد البلد من إسبانيا ماريا إس دي مادريد رضو البلد أو العاصمة هنا برضو هنا شكل سريع للسؤال عن الفعل سير يو نوأة سلمة أحط يو إيه يو سوي يو سوي سلمة مسي نوأة أرخنتينو مسي إيريس ولا إس ولا سير وسير مسي إس مسي إس أرخنتينو صلاح نوأة إخيبثيو صلاح إس إخيبثيو دي دون've نؤت تُو دي دون في استخدائه الإيرس دي دونده إيرت تو دي دونده إيرت تو دي دون دي تو آميغ يعني صديقك إنت صديقك إنت صديق مش أنا دي دونぢي اس تو آميغ دي دونده إس تو آميغ devices مدرسي هو يعني مدرسي إس إيجبثيو مدرسي إس إيجبثيو ماسري إن mientras تنعرضنا السؤال عن الإسم والرد والسؤال عن اللقب والرد والجنسية وباقية الحروف إن شاء الله الحلقة القادمة بنأكد على الكلام اللي خدناه وبنزود عليه ونشوف شكله في الامتحان عامل إزاي شان نقدر نتعامل مع الورقة بتاعتنا بسهولة وإن شاء الله تبقى وحدة بسيطة ونخش على الوحدة التانية إن شاء الله نتمنى لإحنا نكون استفادنا من المعلومات البسيطة اللي إحنا خدناها وإلى اللقاء